نعم كانت هناك محاولة من قوات الجيش الوطني والمقاومة للتقدم في الجبهة الجنوبية لمأرب تحديدا الجبهة الجنوبية الشرقية تجاه مواقع الفليحة وقرون البور بالقرب المعسكر أمريش هذا التقدم كان مسنودا من مدفعية الجيش الوطني ربما هذا التقدم لم يحقق الكثير يأتي هذا التقدم في إطار معارك الكر والفر بين الطرفين ميليشي الحوثية التي تحاول بصورة مستمر اختراق دفاعات الجيش الوطني لكن اليوم كان الهجوم من قبل الجيش الوطني أيضا كانت هناك محاولات من قبل الميليشي الحوثية للتقدم على طول سلسلة جبال البلق بالمحاور المختلفة البلق الغربي في قرية الزور لكن لم تنجح أيضا ميليشي الحوثية وكذلك البلق الأوسط في منطقة الروضة كل هذه المحاولات باعت بالفشل نظر لأن تراني التحالف يستدفى بالصورة المستمرة وكذلك مدفعية الجيش الوطني ربما الشيء الجديد الذي حدث هو محاولة الميليشي الحوثية بالأمس استهداف المدينة بأمرين مختلفين أولا هم صاروخ باليستي سقط بالقرب من حي الروضة السكنية والثاني هو السيارة المفخخة التي استهدفت يعني عدد من الشاحنات التي تحمل الأسلحة ربما تريد ميليشي الحوثية الآن إحداث أي زعزع الاستقرار في الجبهة الداخلية داخل المدينة بعد أن فشلت في إحداث أي اختراق في الجبهات سواء الجبهات الجنوبية التي تشهد اشتباكات الأقوى والأعنف في جبهات مارب المختلفة أو حتى الجبهات الشمالية أو الغربية ربما الوضع الآن أو طيران التحالف الآن يركب بصورة أكبر على محافظة حجة والتي تشهد اشتباكات قوية ما بين الميليشي الحوثية وبين قوات الجيش الوطني هناك لذلك بدنا نرى أن معظم استهدافات كانت في محافظة حجة خلال الأيام الماضية أحمد القيادات التي قتلت شمال غرب مأرب ما تأثير خسارتهم على صفوف الحوثيين وتقدمهم في المعارك أو سير المعارك؟ يعني الميليشي الحوثية تخسر قيادات بصورة مستمرة في مختلف الجبهات وأيضا تخسر عناصر بصورة كبيرة هذا يوضح أن وجود القيادات في هذه المناطق يؤكد أن ميليشي الحوثية تحاول بصورة مستمرة إحداث اختراق نوعي في الجبهات المختلفة لكنها حتى الآن تفشل في ذلك نحن أسمع بصورة مستمرة عن مقتل والحوثي بنفسه وإعلامي يعترف بمقتل العشرات أسبوعيا من هذه القيادات في الجبهات المختلفة لكن ربما الوضع حتى الآن عسكريا لم يتغير كثيرا الأمور تسير في إطار معارك كر وفر بين الجانبي نعم